رنّ جرس بيتنا يزورنا اليوم أبناء عمتي أحب اللعب معهم كثيرا أعددت ألعابي وخبست مع أمي كعكا تسعة كعكات مدورة لذيذة رنّ جرس بيتنا أهلاً أهلاً تفضّلوا جاءت عمتي وأبناؤها أنا وأبناء عمتي أصبحنا ثلاثة لعبنا بالمكعبات بنينا برجاً عالياً وجسراً طويلاً وقبل أن نجلس لنأكل الكعك رنّ جرس بيتنا أهلاً أهلاً تفضّلوا جاء عمي وبناته أنا وأبناء عمتي وبنات عمي أصبحنا خمسة لعبنا لعبة الغميضة وقبل أن نجلس لنأكل الكعك رنّ جرس بيتنا جاء خالي وأبناؤه أهلاً أهلاً تفضّلوا أنا وأبناء عمتي وبنات عمي وأبناء خالي أصبحنا سبعة لعبنا لعبة المطاردة وقبل أن نجلس لنأكل الكعك رنّ جرس بيتنا جاءت خالتي مع بناتها أهلاً أهلاً تفضّلوا أنا وأبناء عمتي وبنات عمي وأبناء خالي وبنات خالتي أصبحنا تسعة رسمنا ولوّنا وقبل أن نأكل الكعك رنّ جرس بيتنا سألت أمي هل سيكفي الكعك لو جاء المزيد من الضيوف؟ ردّت أمي لا تقلق هناك دائماً ما يكفي الجميع فتحت الباب جاءت جدتي تحمل سلة فواكه أهلاً أهلاً تفضّلي يا جدتي قالت جدتي مررت بالسوق وأحضرت لكم فاكهة لذيذة قلت لأمي هل ستكفي الفاكهة؟ ردّت أمي لا تقلق هناك ما يكفي الجميع قطعت أمي وخالتي وعمتي الفواكه جلس الجميع حول جدتي يسمعون حكاياتها الممتعة قدمنا الكعك وصلطة الفواكه لضيوفنا عندما أكبر بإذن الله سأقدم القهوة للضيوف مثل أخي الكبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر